ازاي اوه جمهورية ابو اسلمان عاملين ايوه حشتوني جدا. الفيديو النهاردة بتاعنا مميز جدا عن مكانة سنترمان الماني مختومة عليها سورة الملك فهد معها ضمون تلات سنين. دي مكانة معدن كوكا معدن. اهو زي ما موضح خزنة. كلها من تحت حديد. نفاش اي حاجة بلاستيك. زي ما احنا شايفين. مكانة جديدة نوفي خالص معها ضمونها تلات سنين. خياطة وزجزاج وتطريز و اوفر. بتعمل عراوي. كل حاجة من مكانة ان شاء الله. السرفلة بتاعتها جميلة جدا. واورا لكم طبعا عليها ختمة بيدين جيرماني. مكانة سنترمان دي. من الحاجات الكوية جدا شايفين يا جماعة. وده شكل المكانة من الظهر اهو. وادي يا جماعة. هنا اهو. جيرماني. مكانة جيرماني. بتشتغل بقى امتين وعشرين فولت. لان المكانة دي بتشتغل برة مصر. والمائة وعشرين ده مسلا لو في اي دولة اجنبية او اي حد عنده الكهربا مائة وعشرين. طبعا بناعمل المحول ده. طبعا بيبقى هنا في مصر ممنوع نلعب فيه. قال لها مسلا حد مسافر بالمكانة بيروح جيبها شميل. طبعا ما كان دي تفاصيلها. مكانة محترمة جدا. برضو ما ننساش ان احنا اي مكانة بتطلع من هنا بتتجرب. وبيتعمل عليها يعني حصة تعليمية كده سريعة مجانية طبعا. اي حد مجمول بتاعنا احنا من درش ان اخب منه اي فلوس. زائد هداية زائد شهادة ضمان كمان. مكانة معروف طبعا في اربعة عشر شرق لوي. خلف مولس دناوي. اللي بيجي المحل يا جماعة يا ريت انا على طول في كل فيديو بقول كده. يقول انا عايز ابو سليمان شخصيا. جالنا مكان طبعا من ده. اللي هو المعدن. الناس كلها برضو بتحبو. بس طبعا دي لسه ما اتجهزتش. خياطة وزجزاج وتطريز وعرابي وسرفلة. اه بتاع من اشكال برضو. اسعارها كويسة جدا. مكان السنجر المعروفة. بس زي ما احنا متعودين. احنا بنيجي ناخد شهادة الدمان. ناخد الهدايا. وآآ يا ريت لو حدا هيجي يا جماعة بس ابعتلي على الواتس زر 11 موجودة على الشاشة اهو. وآآ رقم التاني زر و 10 ده فون لو عطت تسلو باي. مسلا ابعتلي انا جاي الساعة كزا يا ابو سليمان. لان احنا انا بحب اخب موعد مع الناس بسبب بس اعطى النور. عشان تيجو طبعا تيجو تنورونا. آآ المحل بتاعنا من تحت. اليافطة حمرة مكتوب عليها معرض سليمان. وفيه وفطة تاني دخلة في نفس اليافطة مكتوب عليها ابو سليمان. برضو مخرجها لكم بالعرض عشان تعرفوا تيجو. طيب هنتكلم تاني عن الماكناة البرازر دي. وهقول لكم الماكناة دي آآ كنبلة. بسم الله من شاء الله ببرازر الاصلي. يعني انا كل الماكنا بتاعي الاستعمال زي ما انتم شايفين الحالة. فيش تجريح. حبش احنا نجيب حاجة مجراحة ولا مبادلة. الماكناة لسه طبعا موجود واسعار تحفة. طيب الماكناة دي اوتوماتيك. اشتغل آآ خياطة وزجزاج وتطريز وعريب. دي بقى صاحبة الفلوك. فيها طبعا لانضة. فيها لد. اشتغل بالزرار اون و اوف. بستنيكوا تنوروني. ده كان فيديو سريع مش طويل. آآ انا كنت اتكلمت عن الماكناة دي بس كانتش لسه جاهزت طبعا مبصوا يا جماعة دي حالة الماكناة لاقيسية. ما فيش في الماكناة خربوش. بسم الله من شاء الله. حاجة يعني روعة. دي برضو من الماكناة اللي هو من نوادر يعني. آآ كانوا بيعملوا منها ماكنا برضو شبه وكده اسمه بس طبعا سنترمان اقوى واقوى. حتى بصوا يا جماعة اعرض ماكناة بتاعي زيجزاج. برضو عشان تبقوا عارفين دي نفس الشكل بتاع الماكناة بس اسمها اولمبيك بس الخياطة بس. فهي زيجزاج ولا تطريز ولا الكلام ده. وخلي بالكوا يا جماعة هموا بيحطوا لاشكال دي وهمية يعني سواء في دي او في دي. عشان تبقوا عارفين. عشان فيه ناس بيفتكروا ان المكان بيبقى عليها صور. فكل ده بتعمله. لأ طبعا. دي اشكال وهمية. نفس الحكاية كده اوه بصوا. برضو بصوا. الطرى بتاعتها النيكل. استناكوا تنوروني. ومكاننا في اربعتاشر الشارع الوي. وخلي بالكم المحل اللي جنبنا شمال او المحل اللي جنبنا المين. مش تابعنا. ما حدش يقول انا تابع ابو سليمان وحد يبيع على اسمنا. استناكوا تنوروني. ومستني كل جمهورية ابو سليمان. اي حد عايز اي حاجة ما يشغلوش الفلوس. تحت امروكم في اي وقت واستنيني الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.